وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الآن بارك الله فيكم جدت أشياء تفرعت أو أفرزت عن قاعدة المعذرة والتعاون ولم يتفضل لها كثير من المنتسبين إلى العلم وهذا له أمثلة كثيرة منها أنه إذا أصاب متلوث بالحزبية والفلسفة الفكرية في أمر أو أمرين أو أكثر يطار به ويثنى عليه وكأنه لم يقع في بدأه ولا مخالفة يجنون عليه ثناءً يرفعونه فوق الرماش ويعطونه كيلات من المدح والثناء والأئمة قد حلوا هذا ووضعوا له طريقة أقول وضعوا لها من باب التجاوز أهل السنة لا يضعون شيء من عندهم وإنما استنبطوه مما فقهوا من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم هاتوا كلما البربهاري في أنه لا يكون الرجل صاحب السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كله هاتوا أنا أترك المجال للجميع حتى تسابق وبرك الله تنافس في الخير يقول رحمه الله ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب السنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة جميل فلا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها جميل قال عبد الله بن مبارك أصل 72 هواء أربعة أهواء فمن هذه الأربعة الأهواء تشحبت الاثنان وسبعون هواء إلى آخر أخنتم ما ثابق أدركنا اللقصة ببارك الله بكم كذلك نعم ما شاء الله فتفطنوا إلى هذا كم رجل متلوث راجع على أهل السنة بسبب ثنائي من هو عندهم أكبر منهم هناك مقول الإمام أحمد رحمه الله تشابه هذه في وصول السنة قال وَمِنَ السُّنَّةِ اللَّازِمَةِ إلى آخر العبارة هاتوا شخص رحمه الله وَمِنَ السُّنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَسْلَةً لَمْ يَقْبَلْهَا وَيُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا الإيمان بالقدر خير يعني أثنيتم على هذا وروجتم كلامه ورفعتمه فتعاونتم معه فيما وفقكم فيه وما خالفكم كأنكم أغفتم الطرف فعذرتمه واضح التوجيه باركاكم واضح الاستنباط ما شاء الله تمام